حذر المتحدث الأمني لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي من نشر وتداول الأخبار الملفقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأكد اللواء التركي عدم صحة المزاعم التي يتم تداولها عن تحذيرات من وزارة الداخلية لاتخاذ احتياطات غير اعتيادية للمحافظة على الأمن والسلامة وأنها ملفقة ولا أساس لها من الصحة كما أوضح المتحدث الأمني حرص الداخلية على إشعار المواطنين والمقيمين بأي تحذيرات عبر وسائل الإعلام الوطنية والمواقع الرسمية للوزارة كما شر المتحدث الأمني إلى أن نشر الأخبار الملفقة أو تداولها بأي وسيلة مجرم بموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام مكافحة التزوير